السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانكم ان شاء الله ضيبين ومستنسيين طبعاً قبل البداية المقطع تستطيعون صلونا عافية فكم محمد ورحمة الله وسلم عليه كيا رسول الله طبعاً اليوم رايح اشرح لكم عندي عن الوينبوت طبعاً تحتاج البيوتي والونسك بي طبعاً تكتب cd slash home بعدين تروح كوغل بعدين تكتب لو يبيه ثم نتضغط slash dl طبعاً انا راح اخذ ال leadmanبوت تضغط ال leadmanبوت ثم نسخ بعدين تروح على home ثم نتضغط ثم نتضغط ثم نتضغط ثم نتضغط الضجر ثم نتضغط نتضغط الضجر ثم نتضغط ثم نتضغط ثم نتضغط الضجر ثم نتضغط بعدين شرط أ constante الضجر الضجر هاذا نارض الوزكوبي ندخل لهم هاذا تحمل اصدقائي الملف كيف تحذف هاذا الملف RMR admins.but لا انا حذفت ماليش ماليش كذا قمت بتنبيض حدث نشوف so who can see طبعا الامر طبعا كيف أول شي تتخل علي سير بارك طبعا هاذي سير باري ولا أحط لكم من يبيع على الشاشة الحين سواء الرعم منغير الروم بدا أن تحقه مكان لثيبي انا لحض في العلوم اشتركوا في القناة 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 طبعا هنا تكتب أرقام الروتب طبعا هنا تروح الديبلوشنز بعدين تكتب أرقام الروتب طبعا عندي رتبة ترونر بحطة رقم ستة بعدين تروح تضغط تطلع طبعا راح شوي سيفو بعدين تروح هنا بعدين تكتب cd-admins-put بعدين chmod 777 أول شي تكتب الاسم chmod 777-admins-put-sh-config-2hp-lib إذا انت الفطع انتر طبعا هنا هذي تعطي صلاحية للput طبعا تكتب slash-put-sh-start طبعا زي كده طبعا زي كده شوفون البط تشتغل طبعا ما راح يعلى طول يشتغل بط يعني ينصبله شوي وراح يشتغل طبعا حين شوي بتعرف ان البط تشتغل تدخل علياتك بعدين تتضغط ترجع سيرفورز بعدين تحدد السيرفر بعدين يوزرز اه هنا تلقى البط تشتغل طبعا هو احدث الورفة لذي من يوم متواجدين واحد زي ما تشوفوني نهط لكم اللي معروض مثل اونر اللي هو اكسراي تدخل عليه هنا وطبعا كانت هذي نهاية الشرح تبدو ان الشرح كان واضح وعجبكم اه طبعا بيطال كوي بيت تبس بيك على الشاشة وبس يلا السلام وعليكم سلام وعليكم